لن نخوض حربا ضد روسيا في أوكرانيا أعلنها الرئيس الأمريكي جو بايدن هذه المرة بصراحة في مسعى لتجنب حرب عالمية جديدة بحسب قوله يريد أن يكون واضحا هكذا عبر في تغريدته متعاهدا بتجنب مواجهة مباشرة بين روسيا وحلف الناتو يحسم بايدن الجدل لا تخضعوا أنفسكم هكذا قال لا طائرات لا دبابات ولا حتى قطارات تدخل أوكرانيا فهذه تسمى حربا عالمية ثالثة محذرا من أن روسيا ستدفع ثمنا باهظا إذا استهدمت أسلحة كيميائية في أوكرانيا وأمام هذه التصريحات المؤكدة على الموقف الامريكي الرسمي يعلن بايدن فرض قيود تجارية جديدة على روسيا شملت حظر السيرادي وتصدير بعض المواد الغذائية والكمالية مضاعفا العقوبات على الأوليغارشية المقربة من بوتين يقول لن نصطدم معكم عسكريا لكن عقوباتنا ستوقفكم عند حدكم ولمنه روسيا من الوصول إلى التمويل من المنظمات الدولية أعلن بايدن أن الحلفاء الغربيين يخططون لإلغاء وضع روسيا كشريك تجاري مكافئ ما يمهد الطريقة لمزيدا من العقوبات كما كشف أن مجموعة السبع ستحرم روسيا من الاقتراض من المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي فهل ستنجح حرب بايدن الاقتصادية وتغنيه عن أخرى عسكرية يحاول الابتعاد عنها قدر الإمكان